السلام عليكم ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيد اليوم الحصة تعناوين اللي غادي نكلمه على المدرب الكف وهو سعيد شيبة المغرب وين يورد اكاديمية محمد السادس مع فوزي لقجع ويشتاكى دير تقرير تاعه للرئيس الاتحادية رئيس جميع الملكية المغربية ويتقدم المدرب المنتخب المغربي للنشيئين سعيد شيبة باش يكون على مبالكم تحذيرات التوعو اللي غادي تكون يعني تحذيرات الكأس العالم اللي ما باقلاش بسزاف سبتمب قلونا في سبتمب سبتمب أكتوب نوفوم باقلال تروى موار قلو ثلاثة شهر قلو تبدأ في نوفوم في اندوليسيا هي ما زاد اندوليسيا يعني بلغ يغيروا البلاد بلغ ما تنتش تعرف وان تقدم المدرب المنتخب المغربي للنشيئين سعيد شيبة بشكوى ضد مسؤولين في أكاديمية محمد السادس يعني ما تنسوش أعطونا الجام كومنتر أو بارتاجونا الفيديو وان تقدم بشكوى إلى الاتحاد المغربي للكرة القادمة لإلباكهم يعني لإلباكهم تحذيرات أشبار الأطلس استعداد للمشاركة في نهايات كأس العالم للمنتخبات تحت 17 عام ومن مقرر تنظيم مونديال شابار بين 10 نوفوم واثنين ديسمبر يعني في أندونيسيا وكشفت المصادر أن شيبة نقل لرئيس الاتحاد المغربي فوزي لقزع استيائه من تصرفات مسؤولين بالأكاديمية محمد السادس وين يرفضون ترخيص يعني للاعبهم بالانضمام إلى المنتخب المغرب خلال بعض المعسكرات والمباريات الدولية الودية والتي يجريها في سياق تحذيرات للمونديال ورفضت أكاديمية محمد السادس لكواد القدم الترخيص لعشب لاعبين بالمشاركة في معسكر إعداد الأخير بينهم لاعبون أساسيون بالتشكيلة المغرب إذ فجأت طاقم الفني بقيادة سعيد شيبة بقرار أكاديمية محمد السادس بحرمان لاعبها من الاستفادة من معسكر إعدادي والذي جرى بالرباط قبل السفر إلى إسباليا أمور هذه ما يسكتشان وعند كما فوزي لقد أفهم هذين يتغيرون قاعد المسؤولين ليران وليقيسهم وعلم أنها ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها مسؤولين أكاديمية عن ترخيص للعبين بانضمام إلى معسكرات المنتخب النشيئين إذ رفضوا المشاركة بعضهم في تجمع إعدادي الذي جار بتركيا قبل مشاركة في نهايات كأس أمم إفريقيا الأخيرة والتي احتضنتها الجزائر كما رفضوا مشاركتهم في مبارتين إعداديتين التي يواجهها خلالهما أشبال الأطلس المنتخب الفرنسي قبل كان شباب يعني شباب الأخيرة وكان المقرر أن يشارك في معسكر إعدادي الأخير 30 لعاب غير أن غياب لاعبين أكاديمية قلسا للائها إلى 20 لعاب وحسما إذ لم يلتحق بمنتخب المغرب لاعبون أكاديمية وهم حمزة كيتوان وطاها وحاتم سعيد يعني سعيد الرفعي وآدم شكيري وفؤاد زهواني وآدم الشاطر وزكريا قصري وعبد الحاميد أيد بودلان وريان وأسامة بوبيدا بوبيدي وطرر سعيد شباب إلى استدعاء لاعبين أخرين لتعويض غياب لاعبين أكاديمية خلال مشاركة المنتخب المغربي في معسكره بإسبانيا حيث سيواجه فريقين إسبانيين هذا هما ريال مورسيا مورسي وأولمبيك طالون تحت 19 سنة ومن المنتظر أن يتخذ فوز لقجع قرار حاسب تجاه مسؤولين عن عرقلة العمل الطاقم الفني للمنتخب المغربي والذي يستعد للمشاركة في مونديال الناشئين أولئك الذين يستغلون داخل أكاديمية محمد السادس ويرفظون التلخيص للعبين بالتحاق بمنتخب لديهم المقبل على بطولة من مستوى العالي والتمثيل الراية الوطنية المغربية هذي هنا أنا كي جيتكم باش نهدر لكم جيت نهدر على المنتخب المحلي اللي لعب هنا تعالك أس العرب اللي لعبوا الهنا الألعاب الأوليبية العربية وين بارادو يعني بالمناظر تحا على الهواء الطرق وعلى المباشر قال أحنا من مدوس لعبات وانا كي ما هكا هنا هدرنا باش تعرفوا هنا كي هدر نجيبونكم الأمثلة لقجاع تحرك باش يترد هذا الناس باش يتردهم لقجاع تحرك باش يترد هذا الناس هنال هدرنا يعني يخرجون لك ناس أخداخرين نعارقوهم يقول لك يا ودي هذا النادي تعوى يحكم فيه لا هذي راية وطنية را يتلقى أموال جزائرية من الصندوق العمومي من الخازينة العمومية هو باقي دي اي تمدلوا صناع ترى هكذا تمدلوا صناع غاس هو بارادو تمدلوا صناع غاس أموال نحن نعطيكم عمره ليهدر فيها موال يعني لعابين جزائريين نحن يجنسون ليهدر قالوا لا نحن نحن خدموا الوالية لا بيئة ما عليش بيئة جزائريين لا خرج مصطفى باستكريب تعقلوا عليها ويقولون أنهم أنهم يتصل إلى المدري بينما لا يحب يعطون اللعب هذا فمك يبرع في كلام مناجر ورئيس النادي يمكنك أن ترى أنه يتخذ قرارات صارمة ضد المسؤولين في الأكاديمية محمد سادس هو المسؤول يمكنك أن تخدموا من الناس ويقول لك أنه يجب أن يتمسي كيف يمكنك أن تكونوا كثيراً ويجب أن نضربكم في المغرب وهاول الله حذية ونرى الملاعب قد يكونوا كي بزاف أمور كي بزاف أمور كي يكونوا على بالكم جماعة هذه الحقيقة سأقول لكم من حبة حبة ومن كرها كرها ونحن بروح نكرحنا منكم يجب أن تروحوا ونجعلوا الناس تخدم عادية نحن بروح نكرحنا منكم يجب أن تروحوا ونجعلوا الناس تخدم ونحن بروح نكرحنا من المغرب ونحن بروح فقط ونجعلوا أمور ونجعلوا الناس تقوم بالنسبة لك ونجعلوا أن هذا الحقيقة ونجعلوا الأمر ونجعلوا هنا هاو الناس غالطي بزيب اخيه جمعكم حسبينا جيه هاك قال لها امور كيب بزيب سوالح كيب بزيب سوالح هنقول هاكم لازم لك لازم عمل согنمو بزيب مغربا تحضر الى من خطر اصبح عليك طيبتك لا تحضر الى من خطر نعم مش发送 لا شخص دخل الان لذلك này اصبح سيكون ادان هنا اصبح خدمة، مدت، يعني ما شي جاية، ما جيتش مايش نقوله، ما شي جاية هكا ولا جاية دور واحدها، بس أي على الله، ولا لا ناس خدمت، ناس مدت، يعني سهرت، سهروا، خدموا، مايش وصلوا؟ ما وصلوا شغيه هكو ياخو ما وصلت شغيه هكو، وصلت خدمت على ذيك، نقولوا باللي، واش رغم يديروا؟ يعني رغم يخدموا لبلادهم، ما التاليقى أخويا، بيخدموا لبلادهم ويستاهلوا، يعني هي ما تنسوا شعرتونا جام، كومنتر، وبرتاجونا الفيديو تواعنا، وإن شاء الله دايما معكم بجديد، ويمشي أبوني، أبوني معنا، ورب يحبزكم ويحبزنا معكم، صحيح تخلطي موسيقى موسيقى موسيقى